عندنا مثل عامي ويقول له فصيح يقول الطبع سراق الطبع سراق بمعنى الطبع الذي عهد الإنسان سراق بمعنى الناس ستأثر القدوة لماذا قال الله عزيزا لقد كان لكم في رسول الله السوداء الحسنة لأن الفطرة البشرية الحقيقة يا أبو الشايخ فطرة البشرية تميل إلى قدوة تميل إلى التقليد والعجاب لأن الشخصية التي تعجب بها أنت تكون أكثر تأثر وأسرع من الكلام الواعظ والناصح والخطيب جيد لا شيء مفيد لكن الأسوة القدوة أشد عندنا مثل عامي ويقول له فصيح يقول الطبع سراق الطبع سراق بمعنى الطبع الذي عهد الإنسان سراق بمعنى الناس ستأثر ولهذا طبعا وكل مراحل العمر لها نوع إعجاب الأطفال يعجبون بمراحل بأمهاتهم بآبائهم بنظرائهم وأحيانا مع أفلام مركورتوني لآخره الشباب يعجبون بأنواع معينة من أصحاب البطولات أو أصحاب الشخصيات سواء بحركاته بلبسه طريقة الجاذبية تختلف بمعنى أن طبيعة الإنسان يحب التقليد ويحب المحاكاة ومن هنا جاءت خطورة القدوة خطورة القدوة جاءت بالفعل لأن الإنسان بطبعه يميل القدوة شكرا